بسم الله الرحمن الرحيم تابع الوحدة الثانية أثر تغيير استراتيجية الإدارة على نقطة التعادل علاقة تحديد حجم التعادل في شكلها الأول إن علاقة تحديد حجم التعادل لها شكلين نشوف كده الشكل الأول بيقول ليه شكل أول التعادل بالكمية أو بالحجم بيساوي التكاليف الثابتة مقسومة على هامش المساهمة للوحدة نشوف كده في العلاقة دي حيلاحظ من العلاقة السابقة أن زيادة التكاليف الثابتة تؤدي إلى ارتفاع نقطة التعادل يبقى كده لو التكاليف الثابتة دي في حالة زيادة الساهمة لو زاد البسط التكاليف الثابتة ستزيد التعادل بالعكس لو نقصت التكاليف الثابتة تكاليف الثابتة نزل الساهم نزل تحت نقص في التكاليف الثابتة إيه اللي يحصل؟ حيحصل للتعادل إنه ينقص يبقى معنا ذلك إيه؟ إنه في العلاقة دي التكاليف الثابتة بسط ومقام التكاليف الثابتة لما بتزيد النتيجة بتاعت التعادل حتزيد لما التكاليف السابتة تنخفض يبقى البسط بينخفض يبقى النتيجة التعادل حينخفض هنا العلاقة هنا علاقة ايه العلاقة علاقة طردية يبقى كلما زادت التكاليف السابتة زاد التعادل وكلما انخفضت التكاليف السابتة انخفض الايه التعادل يبقى العلاقة علاقة ترضيد يبقى كلامنا هنا في الشكل الأول لعلاقة تحديد حجم التعادل كنا بنتكلم على البسط بنتكلم على البسط كل ما بيزيد كل ما التعادل يزيد كل ما يقل البسط كل ما التعادل ينخفض هنشوف بقى المقام التعادل أصلا ارجع تاني التعادل بالكمية أو بالحجم هو التكاليف السبتة على هامش المساهمة للوحدة في المرة دي هنركز على المقام الخاص بالعلاقة هنلاحظ من العلاقة السابقة ان زيادة هامش المساهمة للوحدة هامش المساهمة للوحدة ده حصل له زيادة الساهمة وزيادة يودي الى انخفاض التعادل انخفاض نقطة التعادل يبقى كل ما زادت هامش المساهمة الوحدة كل ما انخفض التعادل العكس نقص هامش المساهمة الوحدة ينقص اللي يحصل يزيد التعادل نقص هامش المساهمة الوحدة يودي الى ارتفاع نقطة التعادل معنى ذلك ان العلاقة هنا علاقة ايه علاقة عكسية يبقى العلاقة ما بين نقطة التعادل والمقام اللي تحت هنا هامش المساهمة الوحدة بيكون علاقة ايه عكسية لما يرتفع الهامش تنقفض نقطة التعادل لما يزيد هامش المساهمة هتنقفض نقطة التعادل اشتركوا في القناة